اشتركوا في القناة معلقة اياهم بما توهموا مضيعة مفوتة عليهم شرف ادراك الحقيقة ووعيها والقيام بحقها وهذا حال اكثر الناس فأما طوائف الكفار والفجار فالامر واضح فيهم وفيهم جاء قول خالقهم وباريهم وان تطيع اكثر من في العرض يضلوك عن سبيل الله ان يتبعون الا الظن ان يتبعون الا الظن حضارات تقوم على ظنون اتجاهات تقوم على ظنون حزاب تقوم على ظنون حكومات تقوم على ظنون من غير حقيقة ان يتبعون الا الظن وان هم الا يخرسون هذا ما هو تحليل مخلوق عن مخلوق ولا خبرة مخلوق هذا كلام الخالق هذا وضعه هذا حقيقته ان يتبعون الا الظن وان هم الا يخرسون ولكن بعد الخلاص من الوهم الكبير الذي يقطع عن الجنة من اصله وهو التكذيب برسل الله تعالى بما جاء عن الله تعالى التكذيب بالله او باعياته وملائكته او رسله او انبيائه وهذا الوهم الخبيث الشنيع الشديد الذي يحول بينهم وبين دخول الجنة وبين ضيحها ويهيئهم للوجود في الناد كل من بلغته الرسالة منطبق على كل من كذب بأي صفة من صفات الله واسم اسمه او بأي نبي من انبياء الله او بأي كتاب من كتب الله او بأي رسول من رسول الله وبذلك انا اعلم ان من على ظهر الارض ممن لا يؤمن بسيدنا محمد ابن عبد الله هم في هذا وهم هذا الظن وهذا الكفر كلهم كفار اي والذي ينسبون الى الكتب السماوية كاليهود والنصارى ممن يؤمن بنبينا وان اختلفوا مع بقية الكفار في انهم يصدقون بالبعث وبالجنة والنار ويؤمنون علمون بالخالق وقد اشركوا به سبحانه وتعالى وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله يضهون قول الذين كفروا قبل قاتلهم الله ان يفكون ظنون خبيثة كلهم كفار ان الذين كفروا من اهل الكذاب والمشركين هم وان اختلفوا عن بقية الكفار لكن يعمهم حكم الكفري واسم الكفري ويخلدون بذلك في النار كل من بلغتهم منهم رسالة محمد فكذب واستكبر وابع اذا هؤلاء اهل الوهم الخبيث لكن الاشكال فالمسلمين انفسهم الذين ننقذوا من هذا الوهم وصدقوا بمحمدين وشهدوا ان لا اله الا الله وانا محمد رسول الله نعمة كبيرة خرجوا من الوهم الشنيع الشديد الكبير الى ادراك حقيقة عظيمة ويوجود الههم الذي خلقهم ومرجعهم اليه وصدق محمد الذي ختم الله به النبوة ورسالة انعم بذلك وهذا يفيدهم ان من مات منهم على ذلك كئنا ما كان فلن يخلد في النار لن يخلد في النار وهذا ينجيهم من الخلود في النار لكن تظل تعلق بهم مههم هذا الأخر وخيالات تردهم النار في فترات هل فترات محددة لكن اذا ماتوا عنده هذا الاصل فلن يخلد في النار هل يخلد في النار يقول لكن من أهل إدراك هذه الحقيقة من ينصبغ بها سبقت لهم منه الحسن فهم عن النار مبعدون لا يسمعون حسيسا الفرق الكبير من ذو هذا طائفة ما يشمعون رائحة جنة وطائفة ما يسمعون حسيسا لا يسمعون حسيسا وهم في مجتهة أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر الله ما الحقنا بهم تأتي هذه الأوهام فتحرفهم في المعاملة مع الملك العلام جل جلاله من حرافات تقطعهم عن الأدب معه والقام بحق العبودية له فتعرضهم لحجاب أو لشيء من العذاب على قدر ما نازلهم من ذلك الأمر وهم ودرجته في ميزان شريعة الله ولا ميزان إلا ميزان الله جل جلاله كل ما يدور في خلد بني آدم والجن على بره الأرض من الاعتبارات غير الموافقة لميزان الله كلها من جملة الهبأ من جملة الباطل من جملة الوهم وضن كل ما يدور فخلدهم من اعتبارات لا اعتبار لها في الحقيقة إلا ما وافق ميزان الله شكراً للمشاهدين شكراً للمشاهدين شكراً للمشاهدين شكراً للمشاهدين اشتركوا في القناة شكراً للمشاهدين شكراً للمشاهدين اشتركوا في القناة